طبعاً برات الفيصلي وحد أدارة أحكيم سولفيني بقية الحكم متيح جوق والحكم الاحتاطي محمد اسماعيل وراح انشاهد حالتين تقريباً الحالة الأولى كان في دقيقة خمسة عشر وانشاهد سقوط مهاجم الفتح محمد محسن وانشاهد هل هناك مخالفة ولا شوف هنا المخالفة واضحة من مدافع نادي الفيصلي وكان هناك فيه دفع وركلة جزاء لم تحتسب في هذه اللعبة الحالة الثانية كان في دقيقة خمسة وخمسين حالة الطرد للاعب أحد نصر الدين خوالد وانشاهد الحكم منح البطاقة الصفرة كان المخالفة طبعاً دخول بيتهور ومنح البطاقة الصفرة الثانية وكان لدى لاعب أحد بطاقة الصفرة أولى اللي هو نصر الدين خوالد وأخذ البطاقة الصفرة الثانية وطرد مستحق لكن الملاحظة كان الحكم تأخر شوي في برازل بطاقة الحمرة كان يفترض بعد بام أشهر البطاقة الصفراء أنه كان دار ثاني يفترض أنه أشهر البطاقة على طول البطاقة الحمراء تأكيد لقراره لكن الحكم رجع للتدوين وشاهد إن كان لديه بطاقة الصفراء أولى هذه هي أبرز الحالات